اهلا بكم في مجازل اهم واحد الاخبار ادان الدولة والامارات بشدة استداف ميليشيات الحوثي لمناطق ومنشآت مدنية في دولة الامارات من خلال صاروخين باليستيين واكدت ان هذا الاستداف الاثم لن يمر من دون رد وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتية في بيان ان هذه الميليشيات الارهابية تواصل جرائمها من دون ارادع في مسع منها لنشر الارهاب والفوضى في المنطقة ودع البيان المجتمع الدولي الى ادانة هذه الاعمال الارهابية التي تستهدف المدنيين والمشآت المدنية ورفضها رفضا تاما هذا وادانت الخارجية الاماراتية ايضا استداف ميليشيات الحوثي منطقة جازان في السعودية واعتبرت الاستداف تصعيدا خطيرا وعملا جبانا يهدد امنة وسلامة وحياة المدنيين قال السفير الاماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة ان التعاون الاماراتي الامريكي الوثيق ساعد في صد جولة اخرى من هجمات بيشيات الحوثي الارهابية في الامارات وفي تغريدة نشرها حساب السفارة على تويتر قال السفير العتيبة ان الخطوة التالية هي وقف التدفقات المالية والاسلحة من داعمي تلك الميليشيات مشيرا الى انه يجب على الولايات المتحدة التحرك الان لاعادة ميليشيات الحوثي الى قائمة الارهاب اعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الاماراتي عن نجاح طائرة اف ستة عشر من تدمير منصة اطلاق الصواريخ البلسية في مدنية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بلسيين على ابو ظبي والذين تم اعتراضهما بنجاح واكدت وزارة الدفاع الاماراتية انها على اهبة الاستعداد والجهازية للتعامل مع اي تهديدات وانها تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات اعلن التحالف والعربي عن اصابة مدني ووقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية في منطقة الصناعية بظهران الجنوب بعد اطلاق ميليشيات الحوثي لصاروخ بلسي فجر الاثنين قبل ان يتم اعتراضه وتدميره جاء الهجوم على ظهران الجنوب بعد ساعات من اعلان التحالف عن اصابة شخصين بجروح طفيفة في اعتداء للمشيات بصاروخ بلسي على منطقة جازان جنوب غربي السعودية اعلن التحالف والعربي تنفيذ 14 استهدافا ضد ميليشيات الحوثي في مأرب والبيضاء خلال 24 ساعة الماضية واضح التحالف العربي ان الاستهدافات ادت الى تدمير تسع اهليات عسكرية للمشيات الحوثية كما قتلت خمسين عنصرا منها افادت مصادر ميدانية بان قوات الوية العمال الجنوبية تمكنت من تحرير اول مدريات جنوب مأرب وسيطرتها على معظم مناطق مدرية حريب ومركز المدرية الرئيسي وكانت اعلنت الوية العمالقة يوم امس انها وبمساندة طيران التحالف العربي سيطرت على الجبال ومواقع ومرتفعات استراتيجية مطلة على مدريتي حريب والعبدية جنوب مأرب واخذت قوات الوية العمالقة الجنوبية معارك عنيفة ضد المشيات الحوثية تكبتت خلالها نخيرة خسائر فادحة في العتاد والارواح حيث سقط مئات القتلى والجرحى في صفوفها هذه الموجز الى اللقاء